معي الأستاذ عادل خطيب رئيس مجلس ادارة شركة النيل للمجمعات الاستهلكية أستاذ عادل كيف استعددتم لرمضان؟ أستاذ خير أستاذ النيل أستاذ النور أهلا بك أستاذ طائبين والشعب المصري بتأمين كل سنة هو طائب خلق إن شاء الله سمعني كده؟ تفضل فن إن شاء الله إحنا في مبادرة تفترعية سيد رئيس المهورية 30 ألف متر معرض أهلا رمضان في 27 محافظة وزارة التمويل بالتعاون مع الفحاب العالم في غرفة التجارية هيبقى اسمه أهلا رمضان وده كانت خانعة التوالي هيفتح إمتى أنا عارفاه ده إمتى يا إمتى يا فندي ما يبتدي؟ هيفتح 15 شعبان إن شاء الله خلاص كمان 15 يوم يعني اه إحنا اتعدناه الحمد لله ومعمول في 27 محافظة 27 محافظة 27 محافظة بمساحة إجمالية 30 ألف متر وده هيبقى تم الاتساءة إن إحنا طبعا فيه غرفة عمليات خططة بمعرض أهلا رمضان وده تم الاتساءة إن هيبقى الأسعار واحدة الناس اللي هتطرح واحدة ونفس الأصناف برضو اللي هتعرض في 27 محافظة إحنا برضو في قلب المعرض طرحين حاجة جديدة اللي هي الكارتونة رمضانية ومسميينها المجمعات مسميها كارتونة أهلا رمضان الكارتونة دي هيبقى 11 صمت تلعة استراتيجية إن شاء الله إلى 49 جنيه 25 إجمال الكارتونة دي أعتقد إنها هتكفي أسرة مكوناة من أربع أفراد لمدة أكتر من ثمانة إجمال يعني معلش الكارتونة دي تسعة واربعين جنيه ونص؟ تسعة جنيه خمسة واربعين وخمسة وتسعين يعني خمسين جنيه تقريباً وحضرتك فيها إيه الكارتونة دي أستاذ عادل؟ هيبقى فيها سكر ورز وسمة وزيت وسمة كارونا وسلطة وربعمل جرام فول وده تشتايا ربعين جرام ونص جيل وبلع حمراء البجاج وجبنا تترباج وإساباتكم بتقول إن الكارتونة دي تكفي أسرة من أربع أفراد لمدة حوالي أسبوع يعني أو ثمانة إيه؟ تقريباً أسبوع كده طبعاً هي تعتبر مدعمة آآ احنا عملنا تقريباً بتاكلفتها آآ حضرتك تخيال إحداشر صنط آآ التنمية هيبقوا حوالي آآ منهم كثين سكر ومنهم كثين مكرونة آآ طبعاً دي الأصناق دي ممكن تكفي المدة سبعة ايام إن شاء الله آآ بس طبعاً مع أكيد حاجات ثانية يعني القصة مشتكفي سبعة ايام سبعة ايام قصة وربعة تطراف يا طبعاً فهي مدعمة من لنا بشكل آآ شكل جيد جداً وهالفرح منها احنا مسميان هم بردة المليون كارتونة على هاته طيب المنافذ بتاعت أهلاً آآ رمضان آآ المعرض الكبير اللي انتو بتعملوه آآ هل هيبقى فيه في كل محافظة منفذ واحد ولا فيه مجموعة منافذ على حسب الكثافة السكانية في المحافظات آآ فيه أماكن هيبقى فيها منفذين وفيه ثلاثة وهيعلن عنها بآآ بسكل آآ مكثف جداً بخلال الأسبوع دي إن شاء الله الأماكن بالتاح بتغطي قد ايه يا فندم هزي المنافذ من احتياجات الناس يعني يعني انتو منزلين بضاعة تغطي تقريباً قد ايه من الاحتياجات آآ احنا مش عاملنا سمجنعات بس احنا قصة على الخطم السيريك معانا في المبادرة بتاعة أهلاً رمضان ويسعو الموضوع هيبقى مفتوح طول ما فيه تحب وطلط المعارض ديه البضاعة متوفرة آآ يعني وده هيبتدي خمستاشر شعبان لحد امتى يا فندم في مدة عشر سيام إن شاء الله وممكن يستمر بغيث واحد أو اسمين رمضان احنا حتبك هكذا الفترة دي بتبقى الفترة تتحفل آآ الناس بتخزن تقولك دخلين على مجاعة تحس إن احنا دخلين على انهيار احنا متوقعين حجب مبيعات في الفترة ديه إن شاء الله يعني هتعدي أربع خمسة مليون يعني ده كويس مبيعات كويس بس احنا عايزين الناس تبقى يعني ما تحسش إنه يعني آخر يوم في زدها زي ما بنقول يعني يعني رمضان عادي زي أي شهر تاني وعلى فكرة احنا كمان طارحين في المعرض في السكان نفات الخبر وكلع التموين برضو هتصرت من قلب المعارش في 27 محبة ودي أول مرة بتعامل يعني بشكرك أستاذ عادل الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة نيل المجمعات الاستهلاكية ترجمة نانسي قنقر